أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول ما الفقم لو يشتريت من أحد الأشخاص السيارة عبر الهاس ثم وكلته بقبضها ثم وكلته بأن يبيعها ويرسل النقود كل ذلك عبر الهاس لا يصلح هذا لازم أن تقدرها أنت أو وكيلة تقدرها أنت أو وكيلة من الذائع أما أنت تتوكل الذائع يقدر من نفسه لا لا يصلح إما أنك تقدرها أنت بنفسك قبرا تاما وتنقلها من مكانه إلى مكانه وتوكل واحد غير البائع يقدرها أو ينجلها من مكان البائع ثم بعد الأن يبيعها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوجها التجار إلى رحالهم يبعدها عن البائع لتنقطع علاقات البائع فيها وتدخل فيه تطرق المشتري أو وكيلة لا ويش العجلة هالي ويش الداعي للعجلة هالي ما هو داعي المعاملات لا يجب أن تاخذ مجراها الشرعي المعاملات لا يجب أن تخذ مجراها الشرعي